صدق مجلس إدارة البنك الإفريقي للتنوية على منح قروض للمغرب بقيمة 70 مليون يورو البنك الذي يتخذ من العاصمة الإفوارية مقر له ذكر أن التمويل يهدف إلى تحصين كفاءة أنظمة الإنتاج وزيادة تأمين وصول مياه الشرب لعدد من المدن وتسعى رباط للحصول على قروض خارجية قدرها 11 مليار دولار لتغطية عظيم زنية المملكة للسنة المقبلة شكرا